السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجة زيكم وعمريني اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله القارنتين القارنتين من مكملات يعتبر فات بيرنر اللي هو حوارق دهون القارنتين من المكملات الامنة على الاتنين الرجالة وستاد بيستخدموها في الخصوبة للرجالة وستاد برضو وكمان فات بيرنر اللي هو بيبقى حوارق للدهون كيف يحول الدهون الى طاقة الدهون لا تحول العضلات الدهون لا تحول العضلات فانت الدهون تستخدم ان تنقل الدهون الى الميتو كونديريا الميتو كونديريا هي مصنع الطاقة عند البني ادمينيا وتحرقها في التمرين هتستفيد به كيف تخص؟ طبعا هذا ليس الحل السحري وانت تستفيد به يبقى لازم تلعب رياضة ولازم تتبع ضايت ما انت ماينفعش مثلا تستخدم الكارنتين وهو 3 جرام يعني هو ده 1000 ميلي جرام اللي هو الكابسولة الواحدة 1000 ميلي جرام انا بستخدم اثنين في اليوم فماينفعش ان انا استخدم اثنين في اليوم وباكل بيتزا وعمل اكل غير صحي وباكل سعرات يعام سيبك اكل غير صحي ما باكل سعرات ما باكل سعرات ما باعملش اي حاجة صحية وبالاخر ده هيبقى اه الحل السحر لأ ده بيساعد على التخسيص زي زي اي حوارق دهون تانى وكمان مكمل امن للرجالة واستات انه بساعد في الخصوبة وبيزود في حوارقات الملوية عند الرجالة وبيزود في زيادتها يعني في الكفاءة بتاعتها والزيادة كمان وكمان للستات برضو في الخصوبة بتاعتها طب ايه الجرعات المستخدمة دي؟ المكسموم او اعلى حاجه للستات هي واحد جرام في اليوم الرجالة تلاتة جرام في اليوم لان الرجالة بتبقى عندها الحوارق الجامدة شوية وبيحلق كتير وبيعمل فاكة كتير ده الدوز بتاعه بس فيه حاجة عايز اقولها لك في خلال القارنتين ده من دمن الحاجات انا دورت عليها ان القارنتين ده الشخص العادي اللي كليته بتبقى 95% شغالة القارنتين العادي ده ما بيستفيدش منه حاجة بمعنى يعني انت شخص سليم الموضوع مش يفرق معك اوى في القارنتين اذا كنت انت بتدخله من بره او لا لان انت كده 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 شغالة فانت هي بتدي يحول الدهون لطاقة فالقارنتين ده بيبقى مش اوى بس انا اجبته علشان لو انا مش عندي سليمة برضو يشتغل معي يعني فهم قصد ايه او انا انسان سليم ومعنديش مشاكل الحمدلله او انا مش حاسس بالمشاكل دي الحمدلالان بس ان انا عرفته من الدراسات ان فيه مشكلة ان الشخص العادي اللي هو اللي هو السليم ممكن ما بيستفدش قوي بالقارنتين ده اه بس كده وفيه طبعا فيه منتجات كتير اللي اسمها دي الدوس بتاعها او الجرعات بتاعتها دي مناسبة جدا للستات القارنتين بس دي مناسبة جدا للستات عشان دي بتبقى واحد جرام والقارنتين بلس والكارنفيتا فورت والكلام ده واللي هو الكارنتين فورمات ده اللي هو اه بيوريتيانز اه برايد ده اللي هو ده مستورة ده اه ده الف ميلي جرام ده بستخدمه مرتين في اليوم ده المكملات كلها واتمنى تكون استفدتوا اه صح سيت اقول لك بس على حاجة انا باخد الكارنتين قبل التمرين بساعة يعني قبل التمرين بساعة او بنص ساعة باخد واحدة فعشان يعمل شغل عالي لان انت لو متاخدوش بتمرين هيحصل لك حاجة اسمها في السكون كده حاجة سخونية كده بسيط لك مش هيحرق معاك حاجة كتير لازم هيحرق معاك مع تمرين يعني او هيحرق معاكي مع تمرين فلازم تغديه مع يعني وانت بتعملي رياضة حركة بقى بتتمشي بتجري اي حاجة او بتجري تعمل اي حاجة انا باخده قبل التمرين بساعة بصراحة الحمد لله الحمد لله عامل كويس يعني هو بص هي بتبقى تشكيلة عموما يعني هو مش الكارنتين بس اللي بيزبط الدنيا بس ده برضو ده بيساعد الكارنت اه باكل اه باخد مسلا شويات قبل ما نزل للتمرين اه بزبط اكلي بعمل يعني بتبقى مجموعة كاملة عشان يديك نتيجة اللي في الاخر انت بتشوفها دي بس كده فده كل حاجة عقل الكارنتين ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معا في القناة لو ما عجبكش برضو قل لي في الكومنتات ليه ما عجبكش ولو عجبك طبعا اكتب لي في الكومنتات طبعا ما تحت امرا كان بس ما تنساش اتمنى تعمل لايك وتشترك معا في القناة لان فعلا فعلا خمسة او تمانين في المية من اللي بتفرجوا عليها على اليوتيوب ما بيشتركوش معا في القناة فاتمنى تشترك معايا ده لدعمي وشكرا جدا ليك وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا